صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 17 لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء فيه المادة الأولى يجب أن تتوافر في عضو مجلس مفوضية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمانا لاستقلاليته بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما يلي ألا يكون العضو منتميا لأي جمعية سياسية ويستثنى من ذلك أعضاء السلطة التشرعية الذين يكون لهم حق النقاش دون التصويت يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال وملما بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرق أن تكون مضت على عضويته سنتان على الأقل لمن يعين في منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية أن يكون في درجة أستاذ مساعد على الأقل لمن يعين من الهيئات الأكاديمية أن تكون له مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان المادة الثانية يرعى في اختيار أعضاء مجلس المفوضين ما يلي تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا تمثيل الأقليات أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المختصين في المجالات القانونية والحقوقية وغيرها من المجالات التي تدخل في صلب عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة المادة الثالثة على وزير الديوان الملكي إجراء المشاورات اللازمة لترشيح الأسماء للعضوية المتفرغة وغير المتفرغة في مجلس المفوضين المترجم للقناة